محطتنا التانية النهاردة هنزور فيها تلى بمحافظة المينيا أو تل الملوك بلد الرئيس الراحل محمد أنور السادات والشيخ الطبلاوي بعدد سكان يتجاوز نص مليون مواطن في سبع وحدات قروية أو سبع مجالس محدين تلى أيضا حالها من حال كتير من مراكز الجمهورية لكن نهاردة لفت نظري بعض التصريحات كده اللي خرجت عن السادة المسؤولين في مركز تلى بمحافظة المينوفية منها مثلا تصريح سيد رئيس شركة مية المينوفية واللي قال لك انه بيتابع مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفذها في تلى واللي حلت كل المشاكل اللي بتقابل المواطن على مدار السنوات اللي فات ده كان كلام الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة المية والصرف الصحي في المينوفية بالمناسبة انا سعيد جدا ان المينوفية رئيس شركة الصرف الصحي مهندس ودكتور مش سيادة اللي هو اعتقد دي واحدة من المفارقات الغريبة نهاردة كل رؤساء شركات المية في الجمهورية او معظمهم سادة لوقات معظم رؤساء الاحياء سادة لوقات معظم رؤساء المراكز سادة لوقات معظم السادة المحافظين لوقات لدرجة ان حتى وزير التنمية المحلية له احنا كده ايه قفلنا اللعبة لكن عندنا مهندس ودكتور مهندس اللي بيقولي الكلام ده ده من اجمالي مشاريع مية تنفزت في المينوفية لوحدها حسب كلام الحكومة حسب كلام الدكتور المهندس مليار وربعمية مليون جنيه مليار هوت مليار وربعمية مليون جنيه لتنفيذ مشروع الصرف الصحي المستدام ده في مين ده في محافظة المينوفية لوحدها دخامة هذا المبلغ وهذا الرقم واللي الحكومة عملة تقول دفعنا وعملنا وصرفنا على المينوفية فتشنا ودورنا كده على الرقم اكتشفنا ان هذا الرقم قرد خديته الدولة باسم مركز تلا محافظة المينوفية من البنك الدولي والبنك الاسيوي لخدمة 16 قرية و16 تابع بمركز تلا تحت علوان كده القرى الملوسة لفرع رشيد يعني الحكومة ما دفعتش منه ولا مليم ده قرد كده من القرود اللي بتطلعها بعض البنوك للمحافظة على البيئة وقال لك ان احنا عندنا 16 قرية في مركز تلا 16 قرية دول بيتسببوا في تلويس فرع النيل برشيد خدوا المليار و400 مليون جنيه حلوا مشكلة الصرف الصحي في مركز تلا وفعلا حكومة طلعت بقى ايه تتفاشخر وقال لك ان احنا عملنا مشاريع في محافظة المينوفية ب6 مليار 330 مليون جنيه من ضمنهم المليار و400 مليون جنيه بتوع مركز تلا مفروض بقى اه بعد الفلوس بتاعة البنك الدولي وبتاعة البنك الاسيوي المواطن في تلا يخس اه ان الحكومة حلت له المشكلة حكومة انت ما دفعتش حاجة ده اه الناس بعتالك من برا عشان تحل مشاكل تلا البنوك اللي برا سواني البنك الدولي او البنك الاسيوي ضخ للحكومة المصرية باسم كده مركز تلا محافظة المينوفية مليار و400 مليون جنيه من اجل حل ازمة ومشكلة الصرف الصحي الا ان حتى الان الخبر في اه نهاية اه في العام اللي فات بعد اه اكتر من سنتين على فلوس البنك الدولي سكان تلا بالمنوفية بيشتكوا من انتشار مية الصرف الصحي شار مية الصرف الصحي بقى دي جملة كده عريضة او عنوان عريض لواقع شبكة الصرف الصحي في مركز تلا بالمنوفية شوارع غرقانة بالصرف الصحي قرى محرومة حتى الان من خدمة الصرف الصحي قرى كاملة بتصرف الصرف بتاعها اما في الترع او في المصارف المواطن لحد النهاردة بيعمل الطرنش اللي تحت البيت بيهدد البيت وبيهدد حياته مني الطوخ واحدة ايضا من القرى المحرومة من الصرف الصحي لدرجة ان اهالي مني الطوخ بيبعاتوا رسالة كده للسادة المسؤولين بيقولولهم ان جدونا بيوتنا هتقع بيوتنا هتقع ليه عشان خاطر الفشل شبكة الصرف الصحي اللي موجودة في بعض الاماكن ومش موجودة في البعض الاخر فبنعمل الترنشات والابيار اللي تحت البيت للرغم ان الحكومة او سيادة النائب عن اه داير التلا تلعت السادات قلنا ان الحكومة صرفت ستة وتلاتين مليون جنيه لتدعيم خطوط المية وانشاء محط الصرف بقرية طوخ كلام ده طبعا اه اه مجرد حبر على ورق ناس بتقول الحقونا انجدونا سعدونا يا خلق هو بيوتنا هتقع فوق دماغنا والسادة اه في الحكومة والسيد اه والسيدة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتقول احنا صرفنا ستة وتلاتين مليون جنيه وسيادة النائب قال لها شكرا كالترقال في خيرك والواقع ان محافظة المنوفية او تلب المنوفية النهاردة عيمة على بركة صرف صحي من سنتين كده في مدرسة اسمها مدرسة اه 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 كوم الشيخ عبيد في مركز تلا قرروا يجددوا المستشفى فبمجرد اه المدرسة اسف فبجرد ما فحتوا او حفروا حفرة قدام المدرسة اتملت بمائة الصرف الصحي بالشكل ده حتى وقتها اه اتشكلت لجنة من الوزارة ولجنة من المحافظة مفروض الطبيعي يعني انك لما تحفر في اي مكان يطلع لك مية جوفية اطلع لك المية المضيفة اللي بتطلع من تحت الارض لكن تحفر اطلع لك المية اللي انها اخضر بالشكل ده صرف صحي اه وقتها قالوا ان حتى مواسير الصرف الصحي اللي موجودة تحت الارض سبب انها قديمة وما بتتغيرش اختلطت بالمية الجوفية فاصبحت تالة النهاردة كلها المية اللي موجودة تحت الارض او تحت اه طبقات الارض مخلوطة بمية الصرف الصحي الكميشة في المنوفية غرقانة في الصرف الصحي اه دي صور من داخل قرية الكميشة اللي تبع مركز تالة واللي الحكومة بتقول لنا انها اه دفعت مليارات مش عارف اه ستة اه ستة مليار اه اه جنيه على الصرف الصحي في هذه القرى وللمواطن بيته وغيته وارضه وزربته ودكانه وجمعه ومدرسته لكل غرقانة النهاردة في الصرف الصحي احكي لكم حدوتة من الحواديد اللي انت ايه اه وانت بتسمعها كده تقول ان البلد دي ما فيهاش مسئول عنده ضمير او الله يا عظيم فيهاش مسئول عنده دين بيحس بالمواطن الغلبان البلد دي اسمها اه 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 قرية او عزبة كفر ربيع بالمنوفية الخبر ده من الفين وستاشر عايزك تعد معايا كده اول خبر لا ارجعلي تاني على الخبر الاول خبر بيقولك مية الصرف الصحي بتغرق شوارع قرية كفر ربيع بالمنوفية الخبر ده امتى الفين وستاشر حطيني كده الصور بتاعة آآ كفر آآ ربيع وده دي شوارع القرية حالها كده من الفين وستاشر تقولي يا عم انت جاي النهاردة اتكلمني من الفين وستاشر احنا في الفين وتلاتة وعشرين مدفوق يا عم لا تعالى اقولك ان نفس القرية لكن في العام الفين وسبعتاشر لو بعد سنة قالك قرية كفر ربيع بالمنوفية تعاني من غرق الشوارع بالمية الجوفية في الفين وستاشر كانت غرقانة بمية الصرف الصحي فانو سبعتاشر غرقانة بالمية الجوفية شوف بقى 2020 2020 شكوى من سوق الصرف الصحي بقرية كفر الربيع مركز تلب المنوفية 16 17 18 19 في 2020 لسه المشكلة مكملة وكان الناس دي ملهاش حق الناس دي ملهاش حق في الحياة 2016 بيستغيثوا بالدور استغيثوا بالحكومة رغم ان الحكومة بتقول انها عملت محطة صرف عندهم لكن المواطن بيقولك ان المحطة زي قلت محافظ المنوفية بيتابع تنفيذ مشروع صرف صحي كفر ربيع بتكلفة تصل 100 مليون جنيه والحد النهاردة بعد الميت مليون جنيه تحصيات المحافظ لسه كفر ربيع زي ما هي اما غرقانة في مية المطر او غرقانة في الصرف الصحي او غرقانة في المية الجوفية وفلوس ساعتك ومليارات وملايين وبدل بتنزل تتصور لكن برا كده على الشارع من برا عشان ما ينفعش تنزل جوة تعوص الجزم بتاعتها من المجاري اللي مالية الشوارع ايضا منطقة بمم قرية بمم اللي فقدت في 2019 خمسة من ولاده ده نموذج حي لإهمال الدولة في ملف الصرف الصحي خمسة صرف الصحي واقف مزدود على مدار اليوم والشهر والسنة نزل مواطن بنفسه حكومة مش موجودة الدولة مش موجودة نزل يسلك الصرف الصحي ما طلعش نزل صاحبه ما طلعش نزل كمان تلاتة يدوروا عليهم خمسة ماتوا من قرية واحدة تحولت القرية كلها لخمة عزة او صراضق عزة معانا فيديو من امام مستشفى تلا واهالي ضحايا بلعت الصرف بقرية بمم امام مستشفى تلا المركزي والوجع اللي بيوضح قدين حكومة ناسيا الناس دي ومهمة لهم نتابع احفاك احفاك ده وضع الناس اللي موجودة في تلا ودي بعض من الشكاوى والفيديوهات اللي وصلتنا وبعض من الواقع اللي ناس كتير اتكلمت عنه وبعتت لنا رسائل ده حاولنا ننقل بعض منه لان الوضع النهاردة في تلا سيات اللي هو ابو لمون محافظ المنوفية ابراهيم ابو لمون واللي بيتكلم كان بيتكلم قبل كم يوم ان الحكومة رفعت مستوى المواطن ومعيشة المواطن في محافظة المنوفية وان الدولة حلت كل مشاكل المواطنين يكفيك ان تعلم ان اهالي تلا النهاردة بيشربوا مية غير صحية وبيسقوا اراضيهم او بيروي اراضيهم مية غير صحية وده بشهادة الدولة محافظة المنوفية وقبل ما اروح لشهادة الدولة شفت الناس اللي ماتت وبتعاية دي سيد المحافظ لما تمطع كده ومدي ايده في جيبه وتكرم على اسر الضحايا صرف عشر تلاف جنيه لكل ضحية المواطن النهاردة فيك يا بلد ما يسويش عشر تلاف جنيه من وجهة نظر سيادة اللي هو محافظ المنوفية الخامسة اللي ماتوا بسبب اهماله واهمال شركة المية واهمال المحليات مش بس الخامسة هالي تلا مع الاسف كلهم النهاردة بسبب عينات مية مصرف تلا واللي بيوصل لحد محافظة الغربية واللي مع الاسف هذا المصرف تحول لقنبلة موقوتة تحمل الامراض في اجساد المواطنين وفي اجساد التربة وقضي وفي التربة وحتى في النباتات يعني مش عايزة اتكلم كتير عن تلا اللي في يوم من الايام كانوا بيسموها جنة المنوفية واللي في يوم من الايام كانت مفرخة للعلمة لما تبص كده كم السفراء بتاعي يجي 8 وزراء وحوالي 13 وزير ومش عارف كم رئيس هيئة وكم سكرتير محافظة وكم محافظ كل ده طلع من تلا كل ده طلع من تلا رئيس جمهورية طلع من تلا شيخ مشايخ اموم المقارئ المصرية الشيخ التابلوه طلع من تلا ورغم كده تلا لحد النهاردة بتعاني من اهمال الدولة وبتفضح كدب الحكومة وكدب سيادة المحافظ سيادة اللوة بتمنى سيادة اللوة يبص بص على تلا ينزل كده من مكتبه المكيف اللي موجود في شبين بقى وموجود الله اعلم موجود فين ويروح لحد تلا لكن يمشي في العزب ويقافش برا يتصور ويرجع يقولك حلينا مشاكل المواطن ترجمة نانسي قنقر